يعني ما أتوقعه أن المغرب تمتلك من المقاومات ما يجعلها مهيئة لقيادة الأمة العربية أو أن تأخذ دور مصر في الستينات دور العراق والسورية في السبعينة والثمانينات لعوامل عدة العامل الأول هناك هامش من الحرية ودائما التفكير والمعرفة يحتاجون إلى هامش من الحرية حتى يستطيع الإنسان أن يفكر وأن ينتج وأن يتصرف بفاعلية ونشاط أكثر أثنين المغرب عدة هامش الحرية اللي ما يتوفر بها يتوفر بها العامل وعندما يتوفر الأمن للإنسان أيضا تتهيئ لفرص لأن يفكر بشكل موضوعي أفضل وشكل أكثر فاعلية ونشاط ثلاثة من ذلك حجم كبير للمثقفين المغاربة وهذا الحجم الكبير للمثقفين المغاربة يعطيهم دور لأن يكون هم من أخبة الأمة مثل ما كانت مصر ومثل ما كانت العراق ومثل ما كانت سوريا أضافة لكل هذا أنه أيضا المغرب تمتلك بعد تاريخي من خلال دولة المرابطين والموحدين ودائما عندما يضعف العرب المشرق ينشطونه بالمغرب ونتوقع إن شاء الله أن نرى المغرب يأخذ دوره بشكل كامل ويتوفق في قيادة الأمة العربية